سألتك سؤال دلوقتي في كلام على انه هذه الازمة ازمة مفتعلة من قبل المحامين وده اللي علاقة بالانتخابات القادمة وفي ناس تانية بتقول دي ازمة مفتعلة من قبل اطراف تانية خالص على شهنر الاشراف القضايا على الانتخابات اللي جاي دي كلها سيناريوهات مطروقية ده اللي ناس بتقول انا رأيي ان الازمة مفتعلة تماما من قبل القضاء اولا مش 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 من المحامين طبعا طبعا هيك شافناها ايه عاش كلا انت كمين انا كلمت دي او انا كلمت دي او بسيبه دي او خمس انا بطلب الحرات البدنية طبعا فاشي طبيعي بحقك في كلام لا لا والله انا بس عاوز اوضح حاجة في لقطة القضاء اولا المشكلة دي مطلب قديم طبعا لتاري استقلال القضاء وشوخ والاجلاء وهو مطلب من المطالب التمانية اللي قدمها اعتصاب تمانية يوليو ضرورة اصدار قانون استقلال القضاء ففي التوقيت هذا مطلب كان للشباب من القوة الشعسية باعتبار ان في فرصة نرفع يد السلطة التفازية عن اعمال القضاء فالحقيقة مش القضاء هما اللي طلبوا الان دي كان مطلب شعبي وقال اظن انا كنت واحد من اللي راح باسم هذي المطالب في المجلسى عسكري وطفاوضنا التنفيذ فاحنا ضغطنا والشباب ضغطوا وديني كلها ضغطت اعوزين استقل القضاء لكن عندما جاءت الفرصة استغلت او استخدمت ودخلنا في المنازعات ونادي القضاء كان ليه اداء لحقيقة يعني لابد يراجع نفس فيه لحقيقة اساءل القضاء جدا ودخلنا لجنة البشر الجليل احمد بيك ولا لجنة الزند ولا بعرفش ايه فدخلنا في وضع كريه كريه بالنسبة لصبت القضاء وشكل بلد ومستمال فالحقيقة دي ما كانتش غلطتهم لكن عندما جاءت الفرصة التوقيت غريب بلسكة مبارح بعتقد صلح مبارح بعتقد المفروض حصل الجلسة مبارح بيقول انها نتيجها كانت نتيجة اجابية جدا اشك انها حصل صلح اشك كثيرا لا انا اظن الموضوع معقد جدا من ان تبويس اللاحة يعني هما المسألة محتاجة الى عادر الصياغة كاملة وبالتالي يبتدي بص كل الاخطاء طبعا اخطاء النظام السابق لكن غياب خريط الطريق والدستور اولا وطبع فيه قواعد هو الاربك الدنيا مع بعض الاحن القديمة طبعا فانا بعتقد يعني من باب التعقل يصلحه لكن نفهم ان المسألة عاوز اشغل كتير قوي حتى تستعيد العدالة هيبتها طبعا عشان وقتنا بيخلص استاذ عاصم خبر ايجابي وهو انضمام فلسطين لليونسكو رغم رفض امريكا طبعا واسرائيل وامريكا بتهدد بانها هتسحب دعم او المال اللي بتعطيل لمنظمة اليونسكو ده ما تاخد من اخبار الايجابية ولا ايه على فكرة امريكا في كل انتخابات في كل المنظمات الاقلامية للامة المتحدة او للمنظمات العالمية بتهدد بالانسحاب لما فاروق حسني رشح نفسه هددوا من هما هينسحبوا لو فاروق حسني تم اختياره ودكرة الورقة اللي ضغطوا بيها على كتير من الدول لعدم انتخاب فاروق حسني رئيسا لليونسكو في منظمة الفاو من كم سنة هددوا ان جون زيجلر المعارض والناشط السويسي المرشور انهم هنسحبوا لو تم انتخابه رئيسا للمنظمة وتم انتخابه لم تنسحب امريكا بتلعب هذه اللعبة باستمرار وبتضغط بهذه الورقة باستمرار بانها هتنسحب وهتسحب تمويلها وغيره 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 اعتقد ان الينسكو كذبت بوجود فلسطين انت عارفة فلسطين دي اراضي مقدسة القدس هناك المزارات والمعابد والمساجد التاريخية كلها موجودة هناك من الطبيعي ان فلسطين تبقى عضف في الينسكو على الاقل اللي كايته راقب ما يتم هناك من اعتداءات على مزارات وعلى اماكن تاريخية مهمة جدا اعتقد ان الينسكو كسب كتير بوجود فلسطين بالدولة الفلسطينية هناك واعتقد ان الاتهديدات الامريكية دي كان مقصود منها مجرد الضغط عشان خاطر عدم انتخابها وحتى لو امريكا انسهبت على فكرة امريكا ان مسألة مش مؤسرة كتير كتير من الدول الممكن تعوض الغياب الامريكي هو غياب فلوس يعني امريكا بتمول جزء ممكن من مسألة يتم تعوي بشكر حضرتك استاذ عبدالله ختاما هرجع لمصر هي لسه الثورة موجودة ولا خلاص كده لا بوجود انا بعتقد الثورة موجودة لم تنتكس لكنها مأزومة في تحقيق اهدافها واحنا داخلين على مرحلة سوف تتحدد فيها بصائر الثورة في الانتخابات الشرعية وفي الدستور وبأتمنى ان لا تنتكس الثورة لسه عندنا فرصة كبيرة وعندنا امل في شبابنا وعندنا امل في الدخول السياسية تعقل وترشد وتصل الى توافق عام يضمن دستور مدنة حديث ويدمن احترام نتائج الانتخابات ويدمن ان اهداف الثورة في العدالة الاجتماعية تتحقق كمالة استاذ عبدالله السناوي الكاتب شكرا جزينا على وجود حضرتك معنا استاذ عاصم حانفي الكاتب شكرا جزينا على وجود حضرتك معنا شكرا خلصت حالتنا النهاردة وكنت عادة يوم الاربع بقول ان شاء الله الاسبوع اللي جاي بندنا اخبار ايجابية انا متأكدة ان هيبقى فيه قريب جدا اخبار ايجابية وان كنا داخلين على الانتخابات والموضوع بيسخن اكتر وبيشتد وبيحتد اكتر بس ان شاء الله يبعندنا كده يوم اربع بنعدد انجازات للثورة سباح الفن اشتركوا في القناة